دهاليز ضيقة عدة يملأها طين وأدراج يخيل للمرء أن لا نهاية لها هكذا تبدو أنفاق حزب الله وتحديدا أنفاق السادس والأخير الذي اكتشفته القوات الإسرائيلية على الفدود مع لبنان قبل شروع في تدميره على غرار ما فعلت بالأنفاق الأخرى الفرق الأساس بين هذا المكان وغزة هو أن حماس في غزة تحفر في أراضي رملية لكن هنا نتحدث عن أراضي صخرية وعلى هذا الأساس اختار العدو وأدواته فاستعان بآلات حفر مدنية نرى هنا جزءا منها هذه الأدالة استخدمت تركيب قائم عليها وعلى هذا القائم نصب وعاء الحفر الذي يحفر في الصخر يقول الجيش الإسرائيلي إن جميع الأنفاق التي اكتشفها على طول الحدود كانت قيد الإنشاء ولو بنسب متثاوتة وإنه ضيع على حزب الله فرصة المفاجأة التي كان يخطط لها أي تنفيذ ضربات في العنق الإسرائيلي على حين غره بحسب يفيد الجيش الإسرائيلي فإن هذا النفق ينطلق من قرية الرامي اللبنانية تجاه الحدود ومن ثم يخترق الجانب الإسرائيلي لمسافة لا تقل عن 70 مترا طوله الكلي تقريبا 700 متر عمقه 80 مترا ومساحته كما نرى هي ضيقة تقريبا متر عرضا في مترين ارتفاعا وكما نرى هو مجهز بالبنية التحتية اللازمة والتي عمل عليها أفراد تنظيم حزب الله من بنية تحتية للاتصالات للتهوية للمياه والكهرباء وكانت إسرائيل قد بدأت في الخطوات العملية لتعقب وتدمير الأنفاق نهاية العام الماضي خلال عملية سمتها درع الشمال مثل هذه أنفاق لسبيل المثال خرقت الخط الأسرق خرقت الحدود الإسرائيلية خرقت السيادة الإسرائيلية والحدود المعترف بها ولذلك كل بيانات اليونيفيل القوى الدولية العاملة هنا تؤكد رواية الإسرائيلية بأن أنفاق حزب الله اخترقت الحدود وخرقت القراءة الأمني 1701 بالتوازي مع هذا كلهم طلقت مؤخرا جهود دولية لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل خطوة يؤمل منها إزاحة العقبات بين الجانبين في هذا الصدد وعرقلة انتهاك أي طرف لسيادة الآخر